ألاك أفكاري الأمور هذة كده سيوضحها لنا ضيفنا الجميل ومؤدي الراب ناصر كمان وسأل خير ناصر حياك الله بسأل الله بالنور الله قويك طبعا غير بالفيديو كليب غير عني هنا ما شاء الله أشقر وهني اللحية لازم حياك الله 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 يسلم الله حياك يمكن لأكيد الأغلب انتقدك على موضوع الزقارة اين بس الزقارة لها غصة لا توظيف قول القصة حق الناس أغنية تشق النور طال عمرك ابو تركي هي قصة يعني قصة واقعية يعني من واقعي الشخصي اه اه أنا غرفتي صايرة على البحر نعم ووقت شق النور يعني كل ما ابطل الدريشة على شق النور أشوفه يطلع جدامي فبهل وقت أقعد أجابك للنفسي وأشكي للبحر مو أشكي للبحر أشكي لنفسك أشكي لنفسي أشكي الأمور اللي صار ليش صار شذي يعني دائما تحب أن تحاسب نفسك وتشرح عن ليش تطلع من هذا التصرف ليش من فلان تصرف معي شذي تعيد حساباتك طيب فترجمتها كلها بغنية الناس عبالها أن هالغنية لأ مكررة نفس لغاني يعني اللي قبلها ولكن لأ هذا موقف كان يصير و أنا شرحته بغنية طيب الزقارة الآن ليش حطيتها الزقارة طال عمرك شنو أنا شنو محتوى الغنية أنه قاعد أتكلم عن الأمور اللي صارت لي بحياتي واللي أذكرها أنا بوقت شق النور فيعني وظفتها الله يبعد المشاكل يعني عن الكل كانت فيه مشكلة حصلة بينه وبين الوالد لكن هذه رسالة يعني أنت وصلت الجميل يعني أنا قاعد أقول بالغنية أنا أدري أن الوالد ما يشوفني مثلاً حاط السم بحلجي بس أنه يعني لا يلومني هذا هذا يعني القدر القدر وشنو يعني حبت تتبرر له عن طريق هذه الأغنية وأنت تمثل حالة الكثير من الشباب أينا اللي سواء يعلم عنه والده أو اللي ما يعلم عنه أينا فأنت جسدتها من خلال الموقف اللي مر فيك وكيد موقفك مر فيه الكثير يعني ناصر من كلماتك يا عدل صحيح الراب هو أنك أنت تتلاعب بالكلمات والألفاظ لا قافية معينة حتى يتماشى مع اللحن هذا الكلام صحيح؟ أينا لا لا قافية معينة بس أنه يعني طريقة التأليف تكون على طريقة شعر النثر فيه ناص تكتب مثلا شعر نبط يتغني نعم ولكن اللي أنا أستخدمه يعني اللي هو شعر النثر يعني الراب هو عبارة عن 16 جملة في البارت الواحد يعني 16 كلمة أو 16 جملة 16 جملة إيه في البارت الواحد متيمتيك هذا بسرعة بسرعة على هذا التحجير لا إيه بعد هذه المهنوبة مصدفة وفوق هذا نحط إحنا الفيديو ليركس اللي هو الكلمات نعم فالناس تجاري الكلام إحنا اليوم كمجتمع كويتي كشاب كويت اليوم لما يستمع له هذا الراب هل هو دخيل عليه الراب هل هو شيء جديد فعلا إحنا عندنا الراب والشباب مستمتعين فيه ويسمعونا ويتابعونا والله يا ابو تركي المجتمع الكويتي إن قسم حق ثلاث أخسام قسم لما يسمع أنه في راب كويتي يكش وغسم يبي يسمع ليش إن هذا الشيء غريب عليه وغسم يحبها الفن فأنا بيستهدف هالثلاث فئات الفئة اللي تكش ليومك هذا حط في بالها إن الراب اسفاف والراب كلمات من اللي يشوفه من اللي يسمعه عدل عدل ولكن يعني شون تحكم على الكتاب من قبل الله تفتحه وتقرأ إذن الراب ما يعتمد على الألفاظ اللي تخدش الحياة ناصر طال عمرك الراب أصلا أساسا رسالة هاتفة إذا ما عندك رسالة جنك قاعد تغني راب على الفاظي إذن اللي قاعد نسمعه من ألفاظ هذه اللي تخدش الحياة لقاتهم إذن هما أساءوا إلى الراب إينا الراب مهذا حقيقته لا الراب حقيقته رسالة هاتفة رسالته بتوجهها حق مجتمع حق فام معينة هذا هو الراب إذن اليوم الشاب الكويتي متقبل هذا الفن ولا هو فن جديد بالنسبة له الشاب الكويتي ما بين متقبل وما بين لا لا اثنين فإحنا كثر ما نقدر قاعد نحاول أن نصحح هالفكرة والحمد لله يعني لقينا يعني شباب تقبله فيه شباب مثلا ما كانوا يحبون هالفن وحبه وسبه الرسالة الهاتفة أنا ما قاعد أتكلم عن نفسي قاعد أتكلم حتى عن شباب غيري هم يقدمون الرسالة الهاتفة أنا الآن قاعد أتحكي على لسانهم نعم فكل واحد له رسالة هاتفة يوصلها من خلال الراب نعم حسن الراب يعبر عنك كشاب يعبر عن مشاعرك عن طاقتك عن عن فوانك تفتاح لما تكتبت المردد ديك أنا أنا بقول لك شي عن نفسي أنا واحد مثلا يا ابو تركي إذا قاعد معك مثلا صار بيني وبينك موضوع نعم ما أقدر يعني أقول لك ما أقدر أعطبك بويهك لا أعطني ورقة وغلم تعطبني فيها وعطبك فيها وتغنيها لا مشارعادي أغدني إن شاء الله باتعطبني يا معود باتتغني راب تمدحني أوكي أنا وياك اليوم الكويت فقط هي اللي تتمتع بهذا الفن فن الراب في قبول عند الشباب أم خليجيا أيضا منتشر لا خليجيا وعربيا الشرق الأوسط كله عند راب أحنا أوكي ممكن نتقبله من الجزء الأفريقي يعني نسمع من المغرب من الجزائر جزائر ومصر نعرف أمو لكن خليجيا يمكن الكويت والسعودية فقط أو الخليج كله ممكن اليوم الخليج كله في راب من المتبيز أكثر شيئا هذا الشي اللي قلت لك يا قبل اللقاء شوف طال أمرك احنا الراب الكويتي كبداية فعلية بدأ من 2002 استمر ليومك هذا يعني الكويت والله الحمد كانت بالمراكز الأولى والكويت على فكرة تاريخ بالراب الكويتي تاريخ لأن الناس ما تدري ما تدري ما تدري وين موجود التاريخ يعني الراب الكويتي عظمة طلع ناس وطلع أجيال من جيل لجيل واصلين للحين سبع أجيال سبع ولا ثمن أجيال راب كويتي ثمن أجيال والناس ما تدري ليش طال عمرك نعم لأن احنا صفة ينادوننا بالأندرغراند يعني نفس ما يقولون باللهجة العامية من تحت الطاولة في عندنا رابرية أبغراند اللي يطلعون على التلفزيون أغاني الراديوات هذا الأبغراند الناس اللي يعني رابر أعلامي نعم 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 يعني بآخر فترة الراب الكويتي شوي نام يعني ما كان في غير مثلا رابرية ينعدون على صابع يتلوهم الفرصة بالراب السعودي بس اللي اعتزل واللي كبر بالعمر خلاص فكل واحد شيء طريجة طيب اللي حصل عند السعودية السعودية طبعا انت مشاء الله يعني مشاء الله عليهم الشباب اللي عندهم يعني بالآلاف بالآلاف مشاء الله مستمعين يسمعون راب فدعمين شبابهم اللي غنون متكاتفين على قلب واحد انا اعتمنى ان نترجح لأيام فينا احنا بالراب الكويتي شنو مميزات مؤدي الراب لازم يتميز فيه شنو هي المعايير اللي لازم توفر فيه الشروط اللي لازم توفر فيه الشروط يعني ماكو شيء معين ولكن يعني لازم يكون شاعر لازم يكون معروف شنو بالضبط لازم يكون طال عمر كل شيء شنو يكون آلة تشتغل يعني يكون كاتب يعني شفت اللي يكتب كتاب الكاتب لازم يكون هو كاتب كاتب شنو شعر كاتب شعر لازم يكتب شعر ويكون شاعر ويكون مهندس صوت حلو ويكون ملحن إذا يحب التلحين بعيد إيه نعم مش خليت حق الباقي وين التعاون مع أنت ما اليوم وأدي الرابع ما يحتاج حق ملحنين الشعراء هذا الرابر الرابر هو نفس الرابر اسمه الرابر رابر هنا دون إيه فرد رابر جمع رابر الرابر لازم يكون هو شاعر وهو ملحن وموزع وصوته جميل بعيد لازم يكون مو شرط مو شرط عادي يعني إن كان صوته حلو هم راح يدش بخانة ثانية اللي هي سالفة الموسيقى لازم يفهم بالموسيقى والمغامات كل شي هي والله العظيم هذا يبال عمر ناصر يعني أنا أنا الحين مثلا بهندسة الصوت أنا هندسة الصوت من كان أمري مثلا 12 سنة من كان أمري 12 سنة الحين 20 سنة أنا أهندس صوت ماشا ف اضطريت أني أتعمق بسؤال في الهندسة الصوتية يعني غير يروح يدرس هندسة صوتية أنا لأخذيتها كهواية وده الشي تعمغت فيها زين ناصر لازم تصاحبكم هذه الأزياء لازم يكون ديكورك بعد لازم الشعار اللي هي اللبس ما شور ولا هذا بس نحن نشوفه بالأفلام لا 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 يعني هذه نفس نفس ما تقول عادات غربية يعني ما لها يعني أي تأثير على ما لها من هو اللي حببك بالراب إذا أنت من 11 سنة ماشاء الله اه والله نقدر نقول أكيد لا نقول نقول شبط أبو تركي هذا موقف لازم أقوله لك كنت ألعب نادي اللي يرموك أنا نعم فعندي واحد من شاب الله يذكره بالخير قلت بابو هاني كان يسمع السوالف كان كانت عمانه ندعي السنة فعن نركب الباص فأقول لأ أنت إش قاعد تسمع يقول لأنا قاعد أسمع راب قلت هذا شنو يعني شنو قال لي ماذر يا راب أسمع وأيام بلوتوث ويدسلي وتعرف المعاناة وأسمع وأسمع كان أروح للوالد قلت لأيبا أنا بيغني راب شدي على طول طبعا الوالد طبعا شنو الوالد دكتور موسيغة نعم ايه ف يعني شنو شنو الراب يعني شنو شنو بتغني راب قلت لأ ما أدري بيغني راب شا أكتبها وأغني قال لي مو مشكلة خاني خانجرب حظنا خانشوفه ايه اكلمت لوالدة رحت له ايه ايه قلت لأي ما ترى بيغني راب أهم روح مو مشكلة الوالد يا أبلي الأغراض والوالدة يا أبت لي أغراض بديت لأ الشيء أغني قمت أحب الشغلة زيادة قاعد أكتشف أشياء جديدة في نفسك شفت أشياء جديدة في نفسك خاصة فيك ما كنت أعرفها ايه قدرت بالكتابة لأ قاعدت تطور شفت لأ في صعوبات جدامي يعني كافي مصيبة هندسة الصوت هذه ترى ليومك هذا أنا أتعلم هندسة صوت ليومك هذا على كثر السنين اللي قضيتها ايه نعم كبير الستايل على اللحن المشي على اللحن تتغير خلاص ليجي الدام تتطور زيادة تلحن ناصر ايه والله لحن اه تعاونت مع فنانين لا والله يعني ممكن تلحن أغنية لفنانين لشاعر عنده كلمات أم فقط للراب ما جربتها يعني ما جربتها ولكن بغدرتي يعني أقدر بس ما جربتها تتذكر أول انتو ش تسمونها بالراب تسمونها قصيدة ولا تسمونها لا أغنية بس أغنية أغنية تتذكر أول غنية كتبتها ولا ما تهذركها من زمانها ست سنوات ست سنوات وين وين بعد عشرين سنوات بس أذكر تاريخها بس تحتفظ فيهم أحتفظ فيهم كفيديو كنوتات لا موجودين عندي كأغاني موجودة بال يعني هارت ديسك ولا فلاش موجودين واليوم في مواسم خاصة فيكم تلتقون فيها انتو شوسمكم جمعكم شنو رابرس رابر رابر عندوا مع بعض تجتمعون لكم أوقات مناسبات تجتمعون فيها مشاركات في الاحتفالات خنقول عندنا في هلو فبراير وغيري اي نعم لنا لنا مشاركاتنا إن كانت مهرجانات ولا معارض لنا تشاركون اي نعم والجمهور يحضر ويستمتع اي والله يعني في جمهور هم هم قتلك على الفئات اللي يتغبل اي وانت رح تستمر ناصر ولا شو اللي شايفة الان الواضح عندنا بالكويت ومحبي هذا الفن اللي يندمج معاه ولي بتعد عنه انت وين رايح شو تشوف نفسك راح تكمل به المشوار لا انا مكمل يعني انا احس اني نولت عشان اكمل به الفن الفن هذا صار حيات صار سلوب حيات عندي بنسبة لك سلوب حياتي يوميا يعني انت مثلا لازم تغني راب سبوعيا شهير ولكن خلاص صار ستايل الآن خلاص هذا راب يعني قاعد يلازمني نفس صاحبي طيب يعني في دعم من الدولة قاعد تشارك بالمهرجانات تشاركون على المسارح تشاركون المناصرات مو احنا اللي ننطلب طالما احنا اللي نروح بنفسنا احنا اللي ندعم نفسنا بنفسنا يعني انتو ترحون تقدموا نفسك قلوا لجمع احنا مجموعة شباب رابنا بنشارك وياهو ايه بلا ما شفنا دعم انا اقولها لك هذه فرصة انت مواجد وياهو قل طلباتك قل رسالتك حق اللي تابع طالعا شنو تحتاج وهي رسالة الختام من حضرتك مع هذا اللي قال الجميل اللي اجمعني معك طول انا اللي يريد شيء واحد الدعم من الجات المختصة فيهنا كشباب انه التفتوا لنا ترى احنا عيال الدير اول شيء ثاني شيء الفن اللي قاعد غدمه لا تشوف جانبه السلبي شوف جانبه اللي جابي شوف تغبل مدى تغبل الناس مدى تغبل الشواب لهالفن بعدها يحكم علينا فوق هذا نبي تتصلح فكرة هالفن عند الناس يعني كثر ما احنا قاعد نتعب بتركي كثر ما يعني قاعد ضيع من ترى عمارنا سنين بهالفن فيه جهد وفيه وقت مفذول نعم فيه فكر فيعني على الأغل تجازيني بانك يبقى اسمع الغنية واطلع بس ما بيمنك شيء لا تيو الطالع تقول لا راب كشو ومش عنها ليش الاذاعات تتعاون معاكم كونه اذا قدمتهم سيدي هدية مثلا لا كاذاعات ما شفت ايداع ما سعتم هالأمر لا ما قدمت شيء انت هدية مثلا لاذاعة تفضلوا يا جماعة هذا سيدي راب سمعه هذا الغنية هذا جميلة يلت تعرضونه باذاعتكم لا انت ما سويت ما سويت ان شاء الله تسوي هالخطوة هذا بإذن الله ناصر كمال مؤدي راب شكرا جزيلا لقبلك هذه الدعوة سعد جدا باللقاء معاكم وموفق ان شاء الله سلمك مشكور مشكور شفيت طالح ساعة كل شوي انت موقع اللقاء طي كل شكرا ضيفنا الكريم الفنان ناصر كمال مسبرين معاكم بعد الفاصل